السلام عليكم كل عام والأمة الإسلامية بخير موسم الحج لعام 2023 وأخبار هامة عن حج القرعة لعام 2023 إليكم رسوم حج القرعة لعام 2023 وموعد سداد الرسوم وأيضا المسندات المطلوبة قبل التفاصيل أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد لو بتشوفوا القناة الأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال أعجبكم كل عام والأمة الإسلامية بخير نشرنا اتباع ما أعلن عن حج 2023 إليكم آخر الأخبار اليوم الأربعاء الخامس عشر من مارس لعام 2023 اليوم الأربعاء كان آخر موعد لإجراء قرعة الحج العام 2023 في خمس محافظات وهم محافظة جنوب سيناء والسويس وسوهاج وشامات سيناء ومحافظة البحر الأحمر تم الإعلان عن فوز 186 مواطن بقرعة الحج العلانية في محافظة سوهاج منهم 180 مواطن وستة من كبار السن بواقع 3% وتم الإعلان أيضا عن فوز 36 مواطن من قرعة ومراكز شمال سيناء بقرعة الحج العام 2023 ألف مبروك للفائزين أما عن موعد سداد بسوم حج القرعة العام 2023 أعلنت وزارة الداخلية أن موعد سداد بسوم بدأ بالفعل من يوم 13 مارس 2023 حتى يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 وأعلن أنه في حالة التخلف عن سداد بسوم والبلغ قيمتها كما أعلنت على المواقع الإغبارية بلغ قيمة بسوم حج القرعة العام 2023 175.500 جنيه ومن يتخلف عن سداد هذه بسوم في الموعد المحدد يعتبر تنازل من الفائز عن فوزة الحج العام 2023 دون مسئولية على وزارة الداخلية أما عن المسندات المطلوبة صورة من إصال سداد الرسوم للفائز بقرعة حج 2023 ثلاث صور شخصية مقاس 4 في 6 على أن تكون الخلفية بيضاء اللون جواز صفر ولا كل صلاحياته عن عام بطاقة صحية للفائز والتي تصدر من وزارة الصحة وتشمل حصوله على التطعيمات أيضا صورة من شهادة التحصين بقرعة لقاح فيروس كورونا في خلال 6 أشهر قبل الصفر فيش حج لكل فائز في قرعة الحج العام 2023 تقرير طبي معتمد من مستشفى التابعة لوزارة الصحة بالحالة الصحية للفائز في قرعة الحج العام 2023 أيضا شهادة تحركات للفائز بقرعة حج 2023 من الجوازات الموقف التجنيدي للفائز وأيضا المرافقين له وتصريح الصفر للذين تطلب صفرهم الحصول على موافقة من جهة العمل هذا ما نشرح حول حج القرعة العام 2023 ألف مبروك للفائزين أتمنى لا تنسونا بخالص الدعاء في الكعبة الشريفة بإذن الله تعالى ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وضمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله